ميدانيا لا زالت ميليشيات الحوث الإيرانية تتلقى خسائر متتالية في عدد من جبهات الغتال حيث وصلت قوات الجيش اليمنية التقدم في جبهة صعدة بعد أن حررت مواقع استراتيجية في مديرية رازح خسائر فادحة لحقت بصفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية في محور محافظة صعدة حيث تمكنت قوات الشرعية اليمنية من فتح جبهة جديدة وحررت عدة مواقع استراتيجية في مديرية رازح كان أبرزها اليوم تطهير مناطق العريب واتباب المحيطة بجبال الفلج والرخم قتل خلالها أعداد كبيرة من الميليشيات هناك انتصارات كبيرة تتحقق ابتداء من الجبهة الغربية الشمالية في ميدي ومؤخرا الآن الانتصارات التي حققتها قوات الجيش وطني والمقاومة في محافظة صعدة واحتلال الكثير من المواقع في مديريات رازح بالقرب من معقل هذه الميليشيات المتمردة وعلى وقع صوت الرصاص وقصف المدفعية والدبابات في تعز حيث تتعرض الأحياء السكنية للمدينة لقصف عشوائي عنيف من مواقع الميليشيات الحوثية كما تستمر الاشتباكات العنيفة في الجهة الشمالية من المدينة حيث تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية تطهير المباني في شارع الخمسين وتبات حميد علي أما في جبهة التحيطة بمحافظة الحديدة فقد تمكنت قوات الشرعية من التقدم باتجاه المزارع الغربية لعرفان بعد معارك ضارية شهدتها المنطقة بين قوات الجيش وفلول الميليشيات الانتصارات التي تحققت على مختلف القبهات ابتداء من الساحل الغربي مرورا بحرض وأيضا شرقا في داخل نهم وقنوبا في الفيضة وتعز على صعيد كل القبهات قوى الانقلاب المعفونة تواقه هزائم متتالية وانكسارات متتالية وتواصلا لجملة الانتهاكات والجرائم التي تماريسها ميليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات التي تسيطر عليها أقدمت مجامع مسلحة تابعة للميليشيا على تنفيذ حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المسافرين على خط الضالع أب سيطرة محكمة تفرضها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية حيث تفرض طوقا محكما على جبهات محافظة صعدة والساحل الغربي في طريق تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة تحت قبضة الميليشيا عماد حيدرا لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدم